موسيقى موسيقى نهاردة فيديو كده سهل وبسيط ان شاء الله يعجبكم انا بنظف البوتاجاز زي ما انتم شايفين البوتاجاز بقى لي كم يوم كده متكسل عن تنظيفه فعملت له الخطة اللي انتم شايفينها دي عبارة عن بريل او اي سائل منظف اللي اطبق عندك وحطيت فيها معلقة كبيرة من الكربوناتو وكمان حطيت فيها معلقة كبيرة من الخل وهبتدي زي ما انتم شايفين كده اخد العيون بتاعة البوتاجاز انقعها هو يعني انا لسه كنت عاملية عن فترة قريبة ويعني هو بس شوية دون مطرح القليق كتير بقى عليه هي اللي بتقوم ترتاشة كده وبتدي له منظر بشع زي ما انتم شايفين نقعت كده الليون وهبتدي بقى ايه بالسلك المجال فن ده ابوش البوتاجاز نفسه اهو زي ما انتم شايفين كده خدت له بقى حاملة نظافة جميلة وعميقة الاول بعمل كده بالسلكة دي تبويش كده للدهون الموجودة او باخدها كده بشكل دائري كده وكمن هعمل السيراميك حولين البوتاجاز برضو عليه ترتاشة كده من الزيوت وهغير برضو المنظر اللي بيقى في دهر البوتاجاز ده او الاستيكر هشيله هغير له انه برضو شكله بقى مش حلو انا بحب الازق في استيكر هو بيغلبني اوه في الشيل بس بيبقى جميل جدا وبيدي كده منظر وراحة كده وانتي بتشتغلي على البوتاجاز بقى وشته كده زي ما انتم شايفين وبرضو الجزء ده كده من الازاز بتاع البوتاجاز هبقى وشه برضو عشان في دهون ونشوف هنعمل ايه تاني في يومنا النهاردة بقى عندي اليوم العالمي للتنظيفات التلاجة طبعا انا لسه كنت شايل التلج اللي فيها هي الاسف دي فرست فبتعمل تلج كتير فانا قلت ايه افصلها كده عشان هنضافها التربو ده بقى ليه فترة برضو ما كنتش مسحت الظهر بتاعه فانا مسحته وشلته بمكانه خلص وسيقت تحته ده كده ضهر فوق البوتاجاز رشيت عليه بقى موزيب دون كده والشريعة عن بتاع النظفات وندفت ودخلت بقى التلجة ما عمل جزء هنا وارجع عمل في مكان تاني ايه طبعا شلت التلج اللي في التلجة خلاص وتمام وكده انا بمسح بقى وارد تلجة بالمرة طالا ما قص له. الستيكر هنا غلبني فانا جبت السشوار بتاع جانا ومخليها بقى ايه بتسخدلي كده على الستيكر اللي ما تشلش. ويبقى اروح انا ايه شايلة كده بس دي ايت جانا بقى بتشيلها هي. العين النعمة. انت زي ما انت شايفين كده الستيكر اللي لازق. اه بصوا زي ما انت شايفين كده بيسهل كتير جدا. السشوار بيسخن بقى اللازق بتاع الستيكر ده فبتشديه بيطلع كده ايه بكل سهولة. الاصفر ده ما كان البتج بتاع البوتاجاز اللي فيه الضمان واسم البوتاجاز وكده مش دهون طبعا. اهو بشيل كده زي ما انت شايفين هنخلص بقى الليلة دي وارجع لكم تاني. هنا التلاجة كده شغلتها. اهي زي ما انت شايفين. بقت نديف زي الفل. هي نديفة بالفعل بس هو التلج. انا شلت التلج اللي في الضهر عشان ما يترقمش ويتعبني. والبوتاجاز زي ما انت شايفين كده العيون بقت تحفى. صراحة الخلطة دي جميلة جدا 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 جدا. وهكتبها لكم صندوق الوصف ان شاء الله. والثانية بقى اما الازاز ينشف عشان نحط عليه. هنا ايه بني كان عايز بيتزا. بعمله بقى سلسطة بيتزا. بس هعملها بالعجب مش بالعجين. اه حطيت تدفى السيتوم في شوية زيت دورة وحطيت عليه الطماطم. والبهارات هنا زي ما انت شايفين كده زعتر وسكر وملح وفلفل حطيتهم عليها. لازم اشارك كل يوم كده بكل تفاصيله. اهي السلسة زي ما انت شايفين كان رابط تسبك. وبرضو عملت صنية بطاطس كده نايف نايل على الوش ده زبدة. كان عندي بقى باقي مكارونا فقلت اعمل شوية البطاطس دول جنبها ايه? بنقضي اليوم. والله المستعين. كده البوتاجز خلاص تمام نشف. جبت بقى ده اللي هلزاهه على الازاز من وره. اهو زي ما شايفين شكله جميل جدا جدا عليه شجرة كده وبيت وعصفير وفراشة وفراشات كمان مش فراشة واحدة. واللي بتبقى بقى من الاستيكر عشان بيبقى كبير. بحطه كده على الرف ده انا عاملا بحط الملح والفلف الجنبي والشطة. والشيوطة بتاعات الرز او الدنيا بقت زي الفل. حسيت صراحة بنوعها نفسية البوتاجز زي لما بيبقى مش ديجيف بيتعبني. وده كان روتنا النهاردة. شوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.